اهلا بكم في فيديو جديد من خلقاتكم ايش بشان جيمير زولدل معكم محمود بيبو خلقة جديدة واندون والحلقة بعد النهاردة هتكون من الحلقات المهمة جدا بتاقي اللي هيبقى فيها معلومات مفيدة جدا لأي حد مبتدي اللعبة او اي حد ابتدى اللعبة بقاله فترة ولسه مش عارف يتحرك ازاي او لسه في معلومات تايهة منه هنديكم حابة معلومات مهمة جدا عن التطوير وعن الورش وعن حالات كتير في اللعبة هنشوف ازاي نقدر نوصل لها من فكركم طبعا بهدفنا ان احنا الفترة الجاية ان شاء الله نوصل لخمس سلاف مشترك فاي حد بيتفرج علينا مش دايس عزران متابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس ويلا بينا نخش على اول معلومة من المعلومات ناس كتير بمجرد ما دخلت اللعبة وبتدت تطور شوية طريع لها الرسالة والناس ما بقتش فهمها ازاي يطوروا مستوى البيت واعلقت مستوى البيت بان هو يبقى المستوى بتاع الشخصية يزيد الاتنين مربطين ببعض بمعنى ايه بمعنى ان احنا طبعا هنا حتى لو حاولت تبني اي حاجة في البيت بتبقى وقفت فانت كمان مش عارف تطور مستوى البيت ولا تزود فيه حاجة دي حاجة كده خاصية او يمكن اضافة هم عملوها جوا اللعبة بحيث ان المستويات تبقى ماشية مع بعض ما فيش ناس تعلق مستوىها قوي ده رأيينا الشخص يعني ان في مسلا حد ابتدى اللعبة من اول يوم او مبتدى من قبل كده يعني بفرض ان ده سيرفر جديد فمبتدي من اول يوم فوصل مستوى لي رقم ضخم جدا مستوى مية وناس نسا مبتدية وقبلوا بعض فاكيد اللي هيبقى مستوى عالي هو اللي هيكسب سواء او اي مهمة من المهمات اللي احنا اداخلين فيها فهم رابطينها دايما ان السيرفر نفسه بيبقى لي كاب للليفل بتاع السيرفر اللي هو اللي مكتوب فوق هو اللي 24 وعشان مستوىك يعلى انت ليك بتاعك او البيت بيوصل لحد مستوى معين وبعد كده انت مطلوب منك انك تطور مستوى البيت عشان تعلى بيه بعد كده. وطيب المهمات المهمات بتديني نقط خبرة ونقط الخبرة دي بتتوفر لي لو انا عديت او انا طورت المستوى اللي بعد كده. يعني انا لو طورت وانا واخد نقاط خبرة بتديهاني اللعبة عشان ازود مستوياتي. احنا في مرحلة وقت التصوير ده كان اعلى مستوى في في السيرفر نفسه كان اربعة وعشرين. وانا اعلى مستوى للبيت هو خمستاشر. فمطلوب مني ان انا اعلي المستوى لان انا كنت خلاص انا وصلت لمستوى خمستاشر فمش هينفعى اكتر من كده لازم اطور البيت. فيطلع للمستوى اللي بعد كده. فبتديني اطور الشخصية تبتدي تزيد مستوى الشخصية اللي بعد كده. بس سقفنا ايه? سقفنا اللي هو السيرفر كاب. ان احنا اخيرنا هنطلع للمستوى الاربعة وعشرين. طبعا مع كل شوية لما الاعداد بتزيد في ناس بتوصل لاربعة وعشرين كتير. فيبتدي يفتح المرحلة بعد كده مسلا يفتح لهم حد تلاتين. ناس توصل لحد تلاتين فيبتدي يفتح بعد كده ستة وتلاتين. والناس الجديدة بتكون بتلعب مع بعضها في المستويات الاقل. يعني هتلاقي المستويات نفسها بقت متقربة من بعد كل مجموعة مع بعض. طيب ازاي اطور البيت. اطور البيت ان انا هاجي عند دي. اللي افطل لبرا دي. وادوس على كلمة. اقول لك والله ده الاسم بتاعك هو فوق وليفل اتنين والموارد اللي انت هتستخدمها. وايه اللي هيتفتح لك لما اطور البيت. وناخد بالنا. يبقى انت كده هتقدر تعلن مستوى اتنين. خطاص انت كده وصل من بقت من خمستاشر الى خمسة وعشرين. يعني كده انت ستقدر تعلق لحد خمسة وعشرين. رغم ان سقف السيرفر كام اربعة وعشرين فانت هتوصل لعبعة وعشرين وتقف. مش هتقدر تعلق اكتر من كده. طيب تلاتة بيحتاج ايه? وبيحتاج طيب هما دول ايه? بقول لك انت تروح على وتروح تبنيهم وتقدر تستخدمهم. طيب هو ايه ناخد بالنا هنا ان هو انا وسطت لحد خمسة وعشرين ولكن مستوى السيرفر اربعة وعشرين اصلا. فاحنا كده كده مش هنقدر نعلى اكتر من مستوى السيرفر نفسه. طيب نروح على الكنسكراكشن وورك بنتش. اللي احنا بنعمل عليها الورش وبنعمل عليها الخمات اللي احنا بنستخدمها جوه البيت. واحنا كمان نقدر نعمل عليها خمات اه نقدر نعمل عليها خمات. هي دي اللي انت بتبني بيها اي موارد جوه اللعبة. يعني اعتقد ان دي اهم ورشة. هي لكل الورش مهمة. ولكن دي عشان انت بتعمل عليها اي حاجة بتستخدمها في حاجات التانية. هنا مثلا احنا نحتاجين وزي ما انتو شايفين احنا معا كلاي وسطون فنقدر نستخدمهم مع بعض فنعمل كلاي. خلص كده انا عملت الخمسة. طيب. التاني ده محتاج خشب ومحتاج جلو. محتاج لازق. طب اللازق اجيبه منين? والله نروح للبيلدنج شوب. والبيلدنج شوب ده زي ما انتو شايفين كده السوبر جلو اصلا الواحدة بعشرين. طبعا نقدر ان ناخد لحد تسعمائة وتسعة وتسعين. ولكن انا شايف ان نبتري ناخد اللي احنا عايزينه بس. يعني حتى لو فيه فلوس ما تشتروشه خلاص. كده كده انتو الفلوس الموارد موجودة فهتستفيدوا بالفلوس دي في حاجة تانية. وكده كده الموارد مش هتقل. هناخد كمية ونروح نعمل الموارد اللي عندنا وناخد بنا ان هو بيقول لك انت هتقدر تصنع بالموارد دي الموارد دي كمعادة ستاشر. احنا هنعمل عشر بس لان اللي احنا محتاجينه. خلاص هنتكلف تمنمية وهنتكلف عشرين سوبر جلو. خلاص كده خلصنا الموارد. نقدر ناخد الموارد دي ونروح نستخدمها في حاجة تانية. زي تطوير البيت. طيب. نروح نعمل تطوير البيت. نعليه بقى المستوى تلاتة. احنا كده وصلنا المستوى اتنين. خلاص رفعنا المستوى. لما اجي اطوره. هيطلع لي رسالة انا هو معي الموارد اهو. تمام? وطالب مني اهو بلاير لفل خمستاشر. احنا لفل خمستاشر. اربعة وخمسمية. احنا بتاعنا عدى الاربعة وخمسمية. ودي الموارد الجديد هتفتح حتى اه غسلات وحاجات واماكن تخزين وحاجات كتير كده. مجرد ما بدوس هتطلع لي رسالة ان في حاجة اسمها ده مش مجول. هي ايه? تعالوا نخش جوه البيت تاني. هي حاجة عاملة زي الخزنة موجودة معاك في الانتريار بمجرد مرافعات المستوى اتنين بتجي لك جوه الانتريار او الحاجات اللي تحط جوه البيت داخل المنزل نفسه. ودي المفروض ان هي قدام بتحدد مكان او بتحدد النطاق بتاع البيت بتاعك. واعتقد ان دي هيكون لها دخل مهم جدا في البي في بي. لان هي دي اللي بتحدد مكان سلطاتك جوه البيت. فاحنا كل اللي هنعمله ان احنا هنحطها جوه البيت خلاص كده احنا نقدر آآ نعلي البيت الى مستوى تلاتة. مجرد ما بحط دي واطلع برة بلاقي آآ اللي هو الرجل الواف ده والله بيجي يكلم معايا ان نيلسون آآ حبي يديك الورك بينش بتاعة الروماتيريا. طبعا لو انتم حد زي انا في الاول دخلت اول مرحلتين بتادينا الابني الورش وشفنا الجزء الاولاني في القصة اللي احنا رعبناها ومتباني باقي الورش. فانا بنصح الناس انها ما نعملش كده. نمشي الحتة الاول دي بتاعت التيرتورية كلها بعد كده نمشي باقي الورش. الروماتيريا اصلا انا بنيها. تمام? خلينا بس نبص الاول على باقي الورش. الروماتيريا اصلا انا بنيتها. انا بنيت كل الورش. فبقى معايا واحدة تانية. وهي استخدامها الواحد. الروماتيريا دي استخدامها في ايه? ان في موارد انا ما اقدش اصليمها على حالتها. بحطها جوه الروماتيريا دي فيبتدي يلماعها او ينظفها ويبتدي يرجعها تاني الى الاستخدام. الموارد دي ما تبقاش معايا في الشنطة في المكان الطبيعي اللي انا اقدر استخدم فيه موارد. بمجرم ما بحطها واعمل عليها كده ابتدت تبقى موجودة معايا. اهي خلاص. كده انا اقدر استخدمها. فكل الموارد دي معايا. بس انا ما اقدرش استخدمها غير لما احطها في حطها ونستخدمها او يعني نعدلها نحسنها وبعد كده نقدر نستخدمها. فطبعا الموارد دي موارد مهمة جدا ومش هنقدر نستخدمها غير بالطريقة دي. طبعا انا الورشة التانية اللي معايا انا مش هستفين منها حاجة. خلص اهو بقى معايا اقدر كده استخدمها. الورشة التانية للأسف انا مش هقدر استخدمها وناخد بانا ان هي لك عدد معين تعمله تعديل او تعمله هي الورشة التانية هي معايا حتى لو بنتها انا اه اقدر ابني منها كزا واحدة. بس مؤقتا لحد دلوقتي انا ولا هعرف اعمل لها ريسايكل او آآ عايدة اصنيعها ومش هعرف اعمل بها حاجة. ومش هتزود لي اعداد كمان اللي انا اقدر اعمل به رفاية. طيب تعالوا نبص على الورشة. انا للأسف دخلت معينة كل الورشة اللي موجودة. فاضل لي ورشة بس واحدة بس ودي قدام شوية اللي هي بتاعت التكسير ودي لسه مش هنشوفها دلوقتي ممكن لما نشوفها في حلقة تانية قدام. آآ كل اللي بتعمل للك بتخش بتنقي الورشة وتدوس عليها فبيبتدي تتعمل. دي كل ده آآ الحاجات اللي احنا بنعملها. طيب. تجي نمليها اه هو ده الوقت التصوير فعلا وانا كنت ببني الحاجة ودي هنا الورش نفسها دول الحاجات اللي احنا بنعملها في الاول. الورشة بتاعت آآ او المطبخ الجريل لنفسه. وبتاعت اللي بنعمل عليها الاسلحة. تمام? والبقية الورش اللي موجودة بتاعت الوركبينش وبتاعت طيب. الميكانيك دي تعمل ايه? الميكانيك دي هي من اسمها حتى. وموجود فيها عجل وموجود فيها حاجات آآ واضحة. ان هي بتصلح العربيات او الحاجات اللي انا بسوها. سواء بقى سواء العربية نفسها. طبعا اللي انا بعمله ده انا بقول الناس ما تعملوش في الاول عدوا مرحلة الترطيرية كلها. انا يمكن دخلت كنت متحمس اوي ولسه مبتديني اللعبة. فقلت ابني كل الوركبينش وابتدي اشوف استخداماتهم ايه. ولكن انا بقول للناس تستنى شوية لان زي ما انتم شفتوا كده احنا جلنا اصلا واحدة من الوركبينش جات لي تاني. فخلاص انا دلوقتي ما مقدرتش استخدمها. وزي ما زي ما شفنا. في عدد معين من الماتيريال هي اللي اقدر اعمله انا للأسف لو حطيت ورشتين هو هيفضل نفس العدد. تمام? احنا عملنا خلاص اه كل الحاجات هنبتدي نشوف فاضل ايه تاني. كده احنا خلصنا الورش اللي موجودة. كده انا عملت الورشتين اللي كانوا فاضليني وقلت ابنيه. طبعا احنا هنقش على ورشة ورشة دلوقتي ونشوف الورش نفسها بتعمل ايه? طبعا زي ما انتم شايفين كده انه نقدر نعمل كل حاجة ويكتب لك المورد بتاعتها وتقدر تصنعها. طبعا نقدر نحط الورش آآ زي ما زي ما احنا عايزين في اي مكان احنا عايزينه ولكن يستحسن ان هم يبقون جنب بعض عشان بعد كده تبقى عارف مكان الورش فين او مكان حاجة معينة تبقى فين. خصوصا ان انت كمان ممكن تستخدم حاجة جوه حاجة يعني تصنع حاجة وبعدين تروح تعمل. طيب تعالوا نبص على الورش. آآ طبعا دي الجريل لو شفناها يمكن بنوبخ عليها. دي ما فهاش اي مشاكل. والرسابي تحت بيبتدي نشتري رسابي وزي ما انتم شايفين كده انا معايا تلاتة بس. ولكن قدام شوية هنبتدي نشوف ايه اللي نقدر نصنعه. وفي حاجات انا معايش الموارد بتاعتها. في حاجات انا معايا الموارد بتاعتها. الورك بينش العادي ده. ده احنا بنعمل عليه الاسلحة. وجميع عنواع الاسلحة. والارمر طبعا. والدرونز. وهنشوف ازاي نقدر نعمل ولكن يعني مش المرة دي. طبعا دي وقلنا دي دي من اهم الحاجات لان هي اللي بتعمل لي اي حاجة تانية. بتعمل لي موارد بتعمل لي خشب بتعمل لي آآ اي حاجة جوة البيت. فكل ده احنا بنيجي نعمله هنا وبعد كده نستخدمه. طبعا الربير من اسمها واضح ان هي بتاعت الاصلاح وزي ما انتم شايفين لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. والربيل الربير بارتس دي اللي موجودين هنا. هم دول اللي احنا آآ بنعمل بهم وهنشوف نقدر نجيبهم ازاي. آآ او ان احنا نشتريهم طبعا ولكن انا ما نصحش بشراء حاجات دي خصوصا حتى لو معاك دهب كتير انا معايز التلاف هو لكن ما تشتريهمش آآ بالموارد دي لان الموارد دي احنا ممكن نصنعها وممكن آآ سهل لنبدأ من حاجة انا اقدر اصنعها ليه آآ ابتدي ادفع فيها فلوس. كده آآ طبعا زي ما انتم شايفين كده التجار هنا والتجارة نفسها فيها كميات كبيرة وفيها زي ما انتم شايفين كده في حاجات غالية بسبعتاشر الف. فعشان كده بقول لكم متصرفوش على اي حاجة في الاول. تصرفوا الفضة لانها سهل ان هي تيجي بعد كده. وزي ما انتم شايفين احنا معانا كمية كبيرة من الفضة وكل شوية بتزيد وكل شوية بنشتري حاجات بالفضة سهل ان احنا نجيبها. ولكن الدهب والعملات التانية والكوبونات والحاجات دي ما تصرفوهاش في الاول. استنوا عشان هنحتاجها بعد كده قدام او هتحتاجها في وقت معين. الميكانيك ستيشن دي هنشوفها. هنشوفها بالتفصيل لان يمكن حد تتكلم عنها. البلو برينت وقت التصوير ده مكانش لسه نزل آآ بلو برينت. ولكن آآ قدام شوية هتبتيج تنزل ويمكن آآ في القريب هم علانوا ان في بلو برينت هتنزل قريب جدا. وفي حاجات احنا اللي هنقدر نعملها يعني هنشوف بعد كده ازاي تقدر انت تعمل وممكن آآ تشيره مع اصدقائك او مع الكنب بتاعك. او حد تاني آآ ياخده. طبعا الروماتيريا دي احنا شفنا الروماتيريا آآ بنعمل فيها ايه? وطبعا ناخد بالنا آآ من الاعداد اللي مكتوبة. سواء في فيه رقم مكتوب. الورشة التانية اللي انا حطيتها ده الرقم اللي انا كنت تقول لكم عليه. لو حطيت الورشة التانية الرقم ده مش هيزيد. هو ده اللي انا اقدر اعمله في اليوم. فانت تقدر تعمله بقى على ورشة على اتنين على تلاتة مش هتفرق. وده الرقم بتاعك الفين وتمنامية من العادي والادفانسد الف وربعمية. ممكن الارقام دي تزيد قدام او ممكن تزيد الارقام دي قدام. ممكن تبقى الورشة التانية بارقامها لوحدها. ممكن. ولكن لحد دلوقتي لسه مش عارفين. نقدر طبعا نزود ولكن دي هنبقى نشوفها برضو قدام. طيب. هنبص هنا على عشان برضو احنا اتكلمنا عنها ففي ناس كتير هتسأل ايه البلو برينت. بمجرد ما نخش على قائمة البنة زي ما تشايفين كده مكتوب فوق بلد وفيه وفيه بلو برينت اريا. هو ايه الحاجات دي? لما نخش على الهومستات تنبلت دي هتلاقوا زي ما تشايفين كده في استنباط معينة من البنة. في اماكن معينة تقدر تروحها زي ما تشايفين في فيلا المعينة في مباني معينة باسلوب معين. وكل واحد في استخدام كل واحد اللي تقدر تعمله. ليك موارد معينة وزي ما تشايفين هنا الهومستات برضو ده هنا اه ورم هوم او اسمه النوعية دي اسمها اه اه الفروقات ما بينهم ايه? انه اولا كل واحد ليه مستوى نقدر طبعا نروح نزوره. لما مندوس على فيزت تنبلت ده هيودينا نروح نزوره المكان. كل واحد ليه استخدام او مش ليه استخدام ليه اه اساسيات عشان تبنيه. زي ما انتو شايفين البيت بتاعك هيبقى كده. الهومستات بتاعك هيبقى كده. باساس بكل حاجة. هو طبعا تقدر تبنيه من غير اساس تقدر تبنيه باساس. هما دي محطوطة. موجودة في اللعبة تقدر تستخدمها. تقدر تحط زي ما انتو شايفين كده البيت ازاس كله تقدر تحارب الزومبيز من جواه. ونقم هزة طبعا مش هنحارب الزومبيز من جواه ولكن اه هو شكل نفسه عامل ازاي? زي ما انتو شايفين فيه كنب في تلفزيون فيه كل حاجة تقدر تستخدم فيه هنا برضو الحمام اللي موجود تقدر. ولكن يعني الازاز الناس تتفرج علينا واحنا عادين جوه الازاز. فده الشكل تقدر تزوره وتلف فيه زي ما انت عايز بنجرب ما بتدوس هتخرج تاني. طيب. وانا لو عايز اعمل المبنى ده. عايز اعمل المبنى ده عجبني. وانا والله شفت كويس. وعايز والله اعمل عندي. هرجع تاني. آآ نبتدي نخش جوا ونخش برضو على خيمة البونة تاني وهومست التيمبلت. فهنلاقي. آآ على اي مبنى. اي مبنى فيه كلمة تحت ومكتوب انت مجمع كام نقطة منهم. تمام? ده شكل البيت اهو وهيبقى يمكن الفراغات اللي حواليه دي واضحة دي. عشان بقيت المباني اللي موجودة بره بتا الشجرة لو عايز تشيره بقى تبقى تشيره. ده اللي موجود فيه ده كل الماريل اللي موجودة فيه ده الاستراكشن اللي موجود ده الموجود الاساسي اللي موجود الاستقرات بتاعة الحيتان كل حاجة. عددهم كام تعمل مية and 61 انا معي منهم ما متى تمانية واربعين. اصلا. فانت قريدي عامل منهم滿ه تمانية واربعين. تقدر تكمل اللي باقي وتعمل كل اللي هتعمله انك هتقول عايز اعمل لها وعمل لك الشكل بتاقيه طول ما انت معاك التونية واحد والستين تمام? هيقول لك والله آآ بتاعنا نروح بقى اعمل الموارد دي فهتروح للكرافتينج او الصنع وتبتدي تعمله. طبعا ناخد بالنا ان في حاجات احنا نقول له والله انا لو شفته العدد نزل ازاي هو انا مش عايز لديكور خلاص بتعمليش ديكور انا هعمل البيت نفسه وانا هحط بقى ديكورات هروح اشتاج انا ديكورات تانية على مزاجي وابتدي احطها جوه. فآآ ده اوبشن حلو جدا لان هنشوف اشكال البيوت واعتقد انه قدام كمان هيبتدوا ينزلوا اشكال تانية هيبتدوا ينزلوا آآ انك تقدر تعمل انت هتصمم تصميم وتحط يتعرض. واعتقد ان ممكن يعملوا قدام مسابقات برضو فيه التصميم للناس اللي بتصمم بقى عندها التالنت بتاعت التصميم. آآ هنا مسلا ده واحد صغير اهو زي ما انتو شايفين هو اصلا مية تاتة وسبعين وراء مية وسبعتاشران عيسه لان احنا نكمله اصلا. هنعمل الحاجات اللي ناقصة. يمكن حتى معي في حاجات زيادة من الاكتر من اللي هو طالبها. آآ هنا برضو نفس القصة هتشوف ايه للنواقص اللي عندك تقدر تصمعهم تجمع لهم خشب وتجمع لهم طوب وتبتدي تعمل الموارد اللي موجودة وتقدر تغير شكل البيت بتاعك. او في حالة ان انت مش حابب ده خلاص انت هتبني البيت بتاعك بل الاسلوب العادي وتبتدي تحط في حاجاتك وتبتدي تحط في لمستك انت من غير ما يبقى عندك تمبلت. فطبعا هنا فيه خصائص هتبتدي قدام او هتفتح قدام زي البلد دي مسلا ان احنا بيقول لك محتاج ان الهومستيدي يبقى آآ مكانه آآ يبقى مستغار ودي كده الموارد اللي عندك في القايمة اللي موجودة. طيب. حاجة من حاجاتنا مهمة جدا وهي الهيلس عشان برضو في حد سألنا عليها زي ما انتم شايفين كده البادي واحنا نايمين والاكل والحاد دنيا تمام وواكلين وشاربين بس الهيلس بتاعتي بتقل. هو الهيلس بتاعتي بتقل ليه? ما انا انا متعالج والدنيا تمام وما حاربش. زي ما انتم شايفين الموارد دي البندج او الموارد بتاعت العلاج دي لازم نستخدمها. هي دي اللي بترفع لي الهيلس. زي ما يكون ايه? احنا بتحارب زومبي. وزي ما انتم شفت وكده فيه بيبسقوا علينا فيه بيعضونا فيه بينطوا فوقينا. بيتأثر صحتنا نتيجة الفيروس اللي موجود. فاحنا كأننا بناخد علاج او كأننا بناخد دور عشان نبتدي نعالج نفسنا. فهنبتدي ناخد طبعا كل مادة دي مسلا بيرستور مية. اه في حاجات دي بتروستور مسلا مية وتمانين اهو زي ما انتم شايفين. فالموارد نفسها مختلفة وهنشوف تصنيع الحاجات دي سهلة. فمش صعبة جدا. ده مسلا مية. اه ده هنا مسلا اه تلاتين. اه وده مسلا هو كاتب عليه انه هو او الناس بقى الدكاترة لو في حد من الدكاترة بيتفرج علينا. هيبقى فاهم الكلام ده. الانفكشن وطبعا بنجرب ما يبتدي اخد علاجات زي ما انتم شايفين كده فوق بيبتدي يظهر تبدين هتعمال بتاعك عمل ازاي? ده عشان انا لسه واكل. طبعا شفنا الاكل دي مميزات كتير. والمهم ان احنا كده هتبتدي تزيد طبعا هتبتدي نزودها ونحاول ما نخليهاش في المنطقة الرد او المنطقة الحمراء دي ما تبقاش موجودة فيها. فنبتدي ناخد العلاجات والعلاجات دي الى حد ما كتير. يعني زي ما انتم شايفين اه دول انا لسه ما صنعتش منهم ولا حاجة ولكن اه زي ما انتم شايفين معنا كتير وكده خلاص كده الهلس تمام فنبتدي نشوف نقطة تانية. طيب. الاكل خلاص احنا عرفنا الاكل بنعمله ازاي? وعرفنا ان احنا لازم ناكل وكل شوية حتى صوت بطنه اه لو جعان بيبتدي يطلع في اللعبة. ولكن المية. والمية احنا هنجيبها منين? المية زي ما انتم شايفين كده فيه مية كتير. وبمجرد ما باجه اقف فيها بيقول لي السورس بتاع المية ده نظيف ابتدي استخدمه او تقدر تملى فيه المية. هقول له زي ما انتم شايفين فيه مكان اللي بطها كده حتة زائرة انا شارب بق واحد صغير كده. هيبتدي يملاها خلاص كده اتملت على اخرها وخلاص كده احنا نقدر نشرب المية من هنا فده الاسلوب بتاع مال والمية. بكده احنا ريفنا الاكل والمية والهيدس كده احنا حفزنا على الدنيا هنا تمام. طيب. بالنسبة للبس الزيادة. زي ما انتم شايفين كده اللبس لما بقف عليه بيقول لي والله لا ده اهل ده بتاعه قد ايه. بيجيب لك المقارنة بتاعته وطبعا لي دياربيلتي معينة او لي متانة معينة. وطبعا يهمنا ان احنا برضو نحافظ عليه ونقدر نصاله على ورش التصليح. ولكن طب الحاجات الزيادة دي انا هعمل بها ايه? انا هفضل نخزنها? لحد دلوقتي انا حاولت ادور جوة اللعبة على مكان ابتدى ابيع والله لأ انا ما لقيتش حاجة ابيع فيها. اعتقل ان في حاجات معينة بتتباع وزا متشايفين هنا حتى الديمج بتاع اللي معايا هنا الديمج بتاع ده قد ايه وده قد ايه? يمكن والله ده كويس. يعني الورن اصلت الريفل دي والله كويسة. تمام? والتانية الاتشكي ربعمية وستاشر مش فرق كتير عنها رغم ان هي فيها اكسيسوريس كتير. اه طبعا هنا ده فيه اه اوبشنز زيادة او فيه خصائص لكل واحدة مختلفة عن التانية. تمام? هنا الخصائص مختلفة وهنا نقدر نقرأ عن كل خصائص السلاح وكل الديمج بتاعه قد ايه? اكسيسوري. الاكيرسي بتاعه الانشال اسبيد قد ايه? الطلق بتاعه. كل حاجة موجودة عنده. طيب. وانا لو عايز اتخلص منه. فيقول لي والله اعمل له دي سمنتل من هنا. سمنتل ان انا افككه. زي ما تشوفين احنا ممكن ندوس تحت في طلق كل الموارد اللي احنا نقدر نستخدمها. كل دول مش عايزينهم خلصوا والله ايه? نقدر نعلم عليهم. انا عن نفسي اخلص من دول هسيب الاسلحة لان احنا لسه معناش اسلح حتى مش قوي اوي ولكن هسيبه. طبعا انا اقدر هنا حتى زي ما تشوفين كده اه بعيد شوية عن السلاح اللي معي. ولكن انا عشان معيش شو الجان فاقلت ايه? هسيبهم قطعا لحد لما بقى صنع شو الجان تاني وابتدي استخدم اه اه او ابتدي اتخلص من ده. هناخد اه كمية فضة مش كتير متين هو عايشين دول مبلغ قلال جدا. ولكن كده كده انا مش هستخدمهم في حاجة فلازم نخلص منهم عشان آآ كده كده مش مفيدين في الوقت ده. شفنا حبة معلومات مفيدة اعتقد ان هي هاتفيه الناس كتير خصوصا عن هومستيد وازاي نقدر نطوره الورش وازاي نقدر نعمل الموارد اللي عليها لان في موارد معينة لازم نعمل لها شفنا ازاي نقدر آآ نصلح ايه الاسلحة والمراكب نقدر نصلحهم فين? فاتمنى ان المعلومات اللي موجودة في الفيديو ده تكون فادتكم. وان شاء الله هنزل اجزاء تانية برضو من المعلومات. بنفكركم احنا بنقفل في الفيديو بتاعنا كده بهدفنا ان احنا ندوش للخمسة تلاف مشترك الفترة الجاية فاي حد بيتفرج علينا. مش دايس عارة متابعة يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرس واستنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية من قناتكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة